نمو للتوظيف في قطاع أو في الدول الخليجية خلال الربع الرابع من عام 2021 نمو ملحوظ على أساس سنوي وأيضا نمو على أساس ربعي في مختلف الدول فما هي الأسباب وكيف تبدو صورة التوظيف ومشهد التوظيف في الدول العربية بعد الانتعاش في الربع الرابع من عام 2021 الدول أو الدولة الأكثر انتعاشا من حيث التوظيف كانت السعودية بمعدلات التوظيف ارتفعت بـ 21% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته تلتها عمان والكويت قطر أو البحرين قطر ولكن الوحيدة التي تغرد أو غردت خارج السرب كانت الإمارات بترجع بـ 6% ولكن على أساس سنوي شهدنا ارتفاع معدلات التوظيف بدعم من السعودية والإمارات بنسبة 40% في منطقة الخليج الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالطبع تعافي الاقتصاد الخليجي مع ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2021 كذلك أيضا ارتفاع أسعار نفط وزيادة الإنتاج وتخفيف قيود السفر وبداية التعافي من الجائحة وهي الأمور التي ساعدت على تنقل الكثير أو الإتيان بالكثير من الموظفين من خارج هذه الدول إليها وهو ما ينعش قطاعات التوظيف أما فيما تعلق بالقطاعات الأكثر جذبا للموظفين في عام 2021 وتحديدا في الربع الرابع بالنسبة لدول الخليج كانت البرمجيات بشكل رئيسي وكذلك أيضا الوظائف السيبرانية كل ما يتعلق بالإنترنت وإنترنت الأشياء وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وغيرها هذه الأمور نمت وانتعشت بشكل واضح منذ بداية جائحة كورونا وهذه الأمور تستمر حتى هذه السنة وسنة 2021 وكذلك أيضا مستقبل 2022 البرمجيات 38% من الارتفاع على الوظائف السيبرانية كذلك أيضا في المبيعات والتسويق والقطاع العام أيضا وظائف القطاع العام ارتفعت بـ 25% أما القطاعات التي تراجعت بضغط من العديد من الأمور له علاقة بارتفاع التكلفة من حيث المواد وأسعار المواد شهدنا قطاع التصنيع ضغوط سلاسل التوريد أيضا تراجع قطاعات الاستثمار تحديدا في الأسواق الخليجية معدلات نمو التوظيف في دول الخليج على أساس ربعي شهدنا ارتفاع في الربع الثالث من عام 2021 بـ 18.3% ولكن الارتفاع كان أقل أو معدل الارتفاع كان أقل في الربع الرابع مع انتشار متحور أوميكرون والعديد من الأمور التي أدت إلى تعطيل عجلة التوظيف في الكثير من الدول ولكن فيما تعلق بالتوقعات لكوبرفيش في العام الجاري أو عام 2022 هو ارتفاع التوظيف برقم أحد مرتفع أي ما يعني دون العشرة في المائة وما بين 6 إلى 9 في المائة بحسب توقعات كوبرفيش نظرا للاستراتيجيات المتوسطة وطويلة الأجل التي تستخدمها دول الخليج من أجل خلق فرص العمل والتنافس ما بين هذه الدول في جذب الاستثمار الأجنبي وفتح شركات جديدة إذن معضلات التوظيف بالنسبة لدول الخليج تعود من جديد إلى مستويات ما قبل الجائحة بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصادات الخليجية في النصف الثاني من 2021 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر